هذا وتعد الشراكة المجتمعية من أهم الآليات التي أسهمت وعززت الأمن والاستقرار المجتمعي من خلال العمل الوطني المشترك كما أسهمت أيضاً في تحقيق التقدم بمختلف المجالات المرتبطة بالشراكة المجتمعية تبنت وزارة الداخلية نهجاً وطنياً قويماً لتعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية عبر مختلف الأنشطة والبرامج والعمليات التي تنفذها الوزارة مما أسهم بشكل حضاري وعصري في إشراك المواطنين والمقيمين في المهام النبيلة التي يطلع بها رجال الأمن لحفظ أمن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسباته ولحمته الوطنية الحمد لله دائماً المجتمع البحريني والمؤسسات في ترابط وفي تلاحم لعكس هذه الهوية البحرينية المتميزة التي تتميز بقيامها والتي تترجم من خلال المبادرات التي تم إطلاقها من خلال الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني الحمد لله اليوم جميع الوزارات كانت ممثلة وشهدنا الإحصائيات والأرقام التي تشير إلى النجاحات التي تحققت في ظل تنفيذ هذه الخطة هذه المنصة طبعاً له دور كبير من خلال احتفالية اليوم بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني كون هناك كثير من الخبراء البحرينيين موجودين في اختلف القطاعات عندهم الكثير اللي يعطونا في جهات حكومية وجهات خاصة داخل وخارج البحرين تحتاج أنها تستفيد أو تتعرف على هذه الخبراء ما يعرفونهم في صعوبة لإيجادهم فالمنصة راح تكون مكان ممكن نبرز في خبرات هذه الأولى البحرينيين المنصة طبعاً اليوم تم اختيار ست قطاعات قطاع عندنا الهندسي الصحي قطاع العقاري الصناعات التحولية تقنية معلومات للصلاة والقطاع المالي إن شراكة المجتمعية والانتماء الوطني أصبحت مفاهيم راسخة لدى المجتمع البحريني وتعتبر أساساً في تعميق الانتماء الوطني وشعور المواطن بالمسؤولية تجاه وطنه في جميع المجالات وضرورة أن يكون جزءاً مهماً ولا يتجزأ من منظومة الوطنية والأمنية تعد الشراكة المجتمعية أحد أهم المرتكزات الثقافية لشعب مملكة البحرين وذلك من خلال إسامها في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي للعمل الوطني المشترك وتحقق معه التقدم في مجالات الشراكة المجتمعية المتعددة التي دعمت وسندت مسيرة البناء الوطني ورفعته خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين